بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأجرنا من نار الجحيم يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا أكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أكرم الأكرمين واجعلنا هداتا مهديين غير ضالين ولا مضلين وانصرنا على أعدائك أعداء الدين انصر أهلنا في غزة وفلسطين ولبنان والسودان اللهم الطف ببلادنا اللهم الطف بنا وارحمنا واجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله عز وجل في كتابه الكريم في آخر آية أنزلها على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أمر الله عباده بهذه الآية التي هي آخر ما نزل من القرآن أمرهم بالتقوى وأعلمهم أنهم سيردون إلى الله ويحاسبون على ما فعلوا في دنياهم وأنهم لا يظلمون ولذلك ينبغي لمن كان طالبا للنجاة أن يتفكر بآيات القرآن الكريم وأن يعمل بما أمر به المولى سبحانه وتعالى وأن يتفكر بما هو آت وكل آت قريب والموت أمر قضاه الله عز وجل على آدم عليه السلام وعلى ذريته فلابد أن يسترد أرواحهم من أجسادهم بالوفاة ثم يعيدهم إلى هذه الأرض التي خلقوا منها ثم يبعثون يوم القيامة فيخرجون من قبورهم إلى يوم الحساب الله عز وجل يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال ربنا عز وجل والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا فالموت باب وكل ناس داخله والقبر بيت وكل الناس ساكنه والكيس الفطن هو من استعد لما بعد الموت بالتقوى والعمل الصالح وقد روى الديلمي والبيهقي في دلائل نبوة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمت البهائم من الموت ما تعلمونه ما أكلتم منها سمينا أبدا وجاء في حديث أنس لو أن البهائم التي تأكلون لحومها علمت ما تريدون بها ما سمينت وكيف تسمن أنت يا ابن آدم والموت أمامك الله عز وجل جعل لنا الكثير من الدروس والعبر والمواعظ التي ينبغي أن نتعظ بها ونعتبر بها ولكن حال الأكثر من الناس أنهم لا يتعظون وإذا اتعظوا يكون هذا لوقت قصير جدا ثم يعودون للهوهم ولعيبهم ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم دائما يوصي بعدم الركون إلى هذه الدنيا لأن الركون إلى الدنيا يوقع الإنسان في الغفلة يوقعه في الغفلة عن الاستعداد للآخرة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هذا مختصر الأمر قاله الذي أوتي جوامع الكلم فإذا طبقت ذلك على نفسك فجعلت نفسك في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ساعدك ذلك وأعانك على أن تعمل لأخراك وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كفى بالموت واعظة وكفى بالدهر مفرقة اليوم في الدور وغدا في القبور سيدنا الفاروق رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب كان قد نقش على خاتمه نقشا ماذا كتب على خاتم عمر كان مكتوب على خاتم سيدنا عمر كفى بالموت واعظا يا عمر يا حبيبي يا عمر إن كنت تذكر نفسك بالموت ونقشت على خاتمك هذه العبارة كفى بالموت واعظا يا عمر وأنت عمر ماذا نقول نحن ماذا نقول نحن لذلك نحن دائما ينبغي علينا أن نذكر أنفسنا بالآخرة لكي لا نغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى والذي يريد النجاة لابد أن يتفكره وأن يعمل فكره في حال هذه الدنيا وأنها لا تساوي عند الله شيء لذلك من ضمن الوصايا التي أوصى بها الحبيب عليه الصلاة والسلام ويلي أكثر الناس ما بتميل يعني لا يميلون إلى أن يتفكروا في هذا الأمر قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي أكثروا ذكر هاذم اللذات شو يعني هاذم اللذات ايش هو اللي بيهدم اللذة الموت أوصانا عليه الصلاة والسلام أن نكثر من ذكر الموت بس عادة الناس ما بتميل أنها تشكر الموت وبس ينذكر الموت بأي سيرة بأي قاعدة بأي مجلس بقوله أرجوك أنك تغير هالسيرة لا يريدون أن يسمعوا ذكر الموت لكن النبي عليه السلام أوصانا بالإكثار من ذكر الموت أكثر ذكر هاذم اللذات هاذم اللذات نعم هو الموت الهذم هو القطع ولذلك يقال سيف هاذم اللذات هي الشهوات اللذات اللذات هي الشهوات نحن ركبت نحن ركبت فينا الشهوة وهذه الشهوة أكثر ناس لم يتحكموا بها فشهواتهم هي التي تسوقهم فلم يسيطروا عليها فوقعوا فوقعوا في المحرمات بسبب ذلك ما هو المراد من الإكثار من ذكر الموت شو الفائد من الإكثار من ذكر الموت يعني الوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال في شرح هذا الحديث الحافظ بن حجر قال معناه نغصوا بذكره اللذات أي بذكر الموت فإنكم إن أكثرتم من ذكر الموت لم تساقوا وراء شهواتكم لأنكم إن فعلتم ذلك انقطع ركونكم إلى الدنيا هذا الميل الذي عادة يكون في قلوب الناس إلى الدنيا ينقطع بإذن الله بالإكثار من ذكر الموت لأن تذكر الموت ينغص النعمة ويكدر صفو اللذة إذن ذكر الموت له فوائد من هذه الفوائد التي تكون بالإكثار من ذكر الموت أنه يحث الإنسان على الاستعداد للآخرة وكمان يهون عليه مصائب الدنيا وكمان يمنع يمنع الإنسان من التكبر والتوسع في ملذات هذه الدنيا الفانية وقل لك على شو نحن ميتين بش معناته ما حشتغل ولا رح عمل إشي لكن لا لا أتمسك بهذه الدنيا لأنه المستقر ليس فيها وجودنا فيها مؤقت وجودنا فيها مؤقت جدا بأي لحظة نحن نفارق هذه الحياة بأي لحظة نخرج من هذه الحياة لا ننتفع بعد ذلك بما جمعناه في هذه الدنيا لو تفكرنا وأدبنا التفكر بحال هذه الدنيا لما تنافسنا عليها كما تنافس عليها أكثر الناس فنوصل لحقيقة أنه الذكي هو اللي بيستعد للآخرة اللي بيتق الله سبحانه وتعالى يكثر من الأعمال الصالحة يتجهز ليوم الرحيل ولذلك قال عبنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ما معنى هذه الآية معناه لينظر المرء يعني ليتفكر فيما أعد لآخرتي ماذا عملت لأخراك ماذا جهزت من الزاد ماذا عملت من العمل الذي يرضي الله عز وجل عنك وذلك في كل الأيام والليالي التي يعيشها الإنسان في كل يوم نحن يمضي علينا في هذه الدنيا علينا أن نعمل بجد واجتهاد لأجل أن ننجو يوم الدين لأجل أن نكتسب الحسنات والطاعات فيكون ذلك في رصيدنا يوم القيامة ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد أي غد ما المراد بالغد المراد بالغد الآخرة الآخرة في كل يوم إحنا قاعدين منعيشه في هاي الدنيا لابد أنه نغتنمه بالعمل الصالح لأنه في ناس أعمارها أقصر من أعمارنا أنت بكل يوم عم بتعيش فيه هو بدي يكون فيه غنيمة لإلك أنك تكتسب منه أعمال صالحة لأن النفس معدود والأجل محدود وما فات وانقضى من العمر لن يعود فبالإكثار من الطاعات أنت تنتفع انتفاعا عظيما ويكون هذا في رصيدك يوم القيامة وتزود فإن خير الزاد التقوى يا رب اجعلنا من عبادك المتقين نحن نرهق أنفسنا بكثرة التفكير في دنيانا والخوف من المستقبل الدنيوي وليس الأخروي التفكير والعمل مصبوب في الدنيا مصبوب في الدنيا هذا حال أكثر الناس هذا حال أكثر الناس ولو أننا تفكرنا في الآخرة وعملنا لها تماما كعملنا في الدنيا لعلنا صرنا من الأولياء الصالحين لكن الأمر يحتاج إلى قليل من التفكير فنصل إلى أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيء الناس تتساءل ليش يحب يسير أطفال يفقدون ويموتون لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء ما حصلت هذه الأشياء لكن هذه الدنيا هي مجرد ممر ومن خرج منها وله عند الله خير انتقل إلى نعيم عظيم وراحة أبدية فنصل لحقيقة أن الإكثار من الطاعات هو ذخر المؤمن لأن بالنهاية يوم القيامة سوف نجد ما قدمنا ونحاسب على ما فعلنا كما قال ربنا ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا إذا لم نتعذ بآيات القرآن الكريم بأي شيء نتعذ أليس الله أمرنا فقال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الملها في هذه الدنيا وملذاتها ونعيمها يوصل الإنسان إلى الخسارة للأسف الشديد مفهوم الخسارة والربح عند الناس مرتبط بالمصاري شو معك معناته أنت ناجح قدمة معك بتكون أنجح والخسارة خسارة مال لكن الحقيقة أنه الربح والخسارة بتعلق بالحسنات والسيئات بتعلق بالحسنات والسيئات أنت كل يوم قاعد بتعيشه إذا بتضيعه من غير ما تكتسب فيه حسنات هذا ذهب هدر لأن الله يقول ولي أخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون عرفتم لماذا حض عليه الصلاة والسلام من الإكثار من ذكر الموت لأجل هذه الفوائد لأجل هذه الفوائد العظيمة التي ينتفع بها فيؤدي ذلك إلى أن يعمل لآخرته وقد جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد قال نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة وهذا الحديث ذكره القرطبي في كتابه التذكير طيب شو سبب هذا الأمر شو سبب هذه الفضيلة أن تكثر من ذكر الموت كما قلنا لأنه يمنع الإنسان من الغرور والركون إلى هذه الدنيا ويجعل الإنسان على العمل للآخرة يحفظه من الغفلة بإذن الله لأنه إذا وقع الإنسان في الغفلة يعني صار أسيرا لشهواته صار منكبا على الدنيا صار طالبا لملذات الدنيا لا لنعيم الآخرة أصلا ما عم بيفكر بالآخرة أصلا الآخرة ما عم تخطر باله حتى لو عم بيشوف اللي حوالي عم بيموت ما عم بيوخد دروسه عبر لأنه وقع في غفلة نحن لا نريد أن نكون من أهل الغفلة نريد أن نكون من الفطناء الذين يعملون لأخراهم الذين عرفوا حقيقة الدنيا فمالوا عنها ولم يرغبوا بها وطلبوا الآخرة وعملوا لها الذي وفق لذلك فقد وفق لخير عظيم كان عليه الصلاة والسلام يقول كما ذكر الإمام البيهقي عن عائشة رضي الله عنها كان يقول الموت غنيمة كيف الموت غنيمة نحن نعرف مصيبة ماذا أراد عليه الصلاة والسلام من ذلك فكر إذا كنت قدمت لآخرتك ما سيكون حالك في القبر من هذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام الموت غنيمة والمعصية مصيبة والفقر راحة والغنى عقوبة والعقل هدية من الله والجهل ضلالة والظلم ندامة والطاعة قرة العين والبكاء من خشية الله النجاة من النار والضحك هلاك البدن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له كلمات قالها حبيبي صلى الله عليه وسلم فيها دواء لنا إن عملنا بها نعم الموت غنيمة لمن عمل لآخرته والمعصية مصيبة لمن عرف إلى أي شيء ستؤدي ستودي به إلى الهلاك والعذاب والفقر راحة لأنه أخف للحساب ولأنه يجعل الإنسان غير منشغل بملذات الدنيا فهو راحة نعم راحة لأنه يوم القيامة صاحب الدينار سيسأل عن الدينار واللي عنده اثنين سينسأل عن اثنين واللي عنده عشرة سينسأل عن عشرة واللي عنده مليون وعشرة مليون سينسأل عنهم كلهم من أين اكتسبت ذلك وفيما أنفقته أنول أخف اتقلل ولا تكثر أكيد اتقلل والغنى عقوبة وليس المراد من ذلك أن كل من كان غنيا سيعاقب لا وإنما كثير من الناس الغنى يهلكهم فينفقون هذه الأموال فيما لا يرضي الله فيعاقبون والعقل هدية من الله والجهل الضلالة والظلم ندام حتى لو ضحك الظالم في الدنيا سيأتيه عذاب يأتيه عذاب في الدنيا وفي الآخرة وقرة العين في الطاعة والبكاء من خشية الله عز وجل فيها النجاة هذه كلمات لو عملنا بها لن تفعنا والضحك أي وكثرة الضحك فيها هلاك للبدل والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وهذا دليل على رحمة الله بعباده أنك يا عبد الله مهما عصيت وأكثرت وأسرفت على نفسك بكثرة الذنوب والآثام ثم تبت إلى الله عز وجل فإن الله يقبل منك هذه التوبة ويغفر لك وكأنك لم تفعل تلك الذروب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذروب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رحمة من الله عملت وسويت وغلطت بحياة كثير في ناس إذا بتغلط معا مرة صار بينك وبينه موقف ما بيمسالك ياها ولا بيمسحها عندك حتى لو استسمحت وقلت له أنا آسف خلص في ناس إذا حط بقلبه ما بيشيل تذكر أنك في أمر الدين إذا رجعت عن ذنوبك التي اقترفتها فإن الله عز وجل يقبل منك ذلك وكأنك لم تفعل الذنب أو تلك الذنوب التي فعلتها فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كأنهما أذنب لأنها كفرت عنه ذهبت عنه هنا يكون الذكاء أن تمنع نفسك من المعاصي وإن وقعت أن تسارع إلى التوبة قبل أن تعداد على الذنب قبل أن تدمن على الذنب في ناس تغلط مرة وبتوب وخلص ما بترجع في ناس تغلط مرة واثنين وثلاث واربع وبتعيد وبتزيد فيقعون في الغفلة ولا ينتبهون إلا بعد أن يدخلوا حفرة القبر أي إلا بعد فوات الأواني وما قاله عليه الصلاة والسلام مبينا لذلك عظيم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وواها وتمنى على الله الأماني الذكي مين هو الكيس الذكي من حاسب نفسه من دان نفسه أي حاسب نفسه هل إحنا عم نحاسب أنفسنا ولا عم نعمل ونكثر ولا عم نحسب شو إلنا وشو علينا وإذا ما بتحسب كيف بدك تراجع نفسك وتوب أنت سوف تسأل يوم القيامة وكلنا يعلم أنه سوف يسأل يوم القيامة فالذكاء أنك تحاسب حالك الآن قبل ما تتحاسب يوم القيامة تطلع شو سويت شو عملت شو إلك شو عليك فإن وجدت تقصيرا سرعت إلى التوبة فورا التاجر الناجح بالعادب ينظر في فيما له وفيما عليه وآخر السنة بتلاقي عنده محل واحد بيعمل جرد شو شو ناقص شو في شو ما في كده شرب إحنا في خسارة ما في خسارة أما إحنا عايشين هيكة مثل ما بقول سبهلة يعني نحاسب حالنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت حياته بهالدنيا قاعد بيشتغل فيها لآخرته مش مش عم بيشتغل للدنيا وكأنه لم يسمع بيوم القيامة في ناس أعمالهم خارية من الأعمال الصالحة لا يفكرون بشيء مما سيحصل بعد الموت وكأنهم يظنون بنفسهم الخلود أما الذكي بيعمل لما بعد الموت يعمل لما بعد حياته الدنيوية لأنه يفكر بالآخرة ويريد أن يكون من أهل النجاة أما العاجز هو من أتبع نفسه هواها كما قال عليه السلام شو نفسه شو نفسه بتشتهي بيعطيها وين شهته اتحركت بيلبيها يعمل ما تطلبه النفس ما بيمنع نفسه ولا بيحرم نفسه ولا بالعكس يفعل ما تطلب منه نفسه عادة النفس تطلب الحرام لأن الشهوات تقع في المعاصي وإن فعل ذلك كان من الخاسرين والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني يتمنى لو أنه كان من أهل الدرجات العلا وبدو يكون من أهل الفردوس الأعلى وبأعلى الدرجات وا 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 من دون ما يعمل للآخرة في ناس بتلاقي تارك للصلاة وواقع في ذنوب كبير أو حال تحال ويتمنى طيب اتمنى ما عم بقول لك ما تتمنى بس بدك تعمل كمان كما كما قال ترج نجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس بدك تنجاح يعني ادرس انت بدك تكون من اهل النجاة ومن اهل الدرجات العليا وانت ما عم تعمل اشي ثم بعد ذلك تراه يبرر يعني انا بقول مجرد ما تترك الصلاة هي مصيبة كبيرة يعني بعد هيك شوفي بصير يبرر لحاله ويبرر لغيره بقول لك اه انا ما بصلي بس انا والله طيب وعندي خصال حلوة وما بنصب على الناس وما بأذي حدا و يعني شو المراد من هذا الكلام يعني كأنك عم بتحمل جميلة مثلا بهذه الخصال هل هذه الخصال تغني عن الصلاة لا تغني عن الصلاة يعني لانه الامر الذي امرت به مش انه اختر بين هذا وذاك يا بتصلي وبتنصب على الناس يا اما بتكون امين بدل الصلاة امرك ربي عز وجل بان تحافظ على الصلاة وان لا تقطعها وامرك بان تكون امينا في تجارتك وامرك 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 فمش هي اختيار اذا اخترت هذه سقطت عنك تلك وان اخترت تلك سقطت هذه هذه مجموعة اوامر امرنا بها فلابد ان نطيع الله عز وجل والصلاة هي عمود الدين عمود الدين وعماده فانظروا الى خسارة هؤلاء الذين يبررون لانفسهم ويبررون ولا يعودون الى صلاتهم ويتوبون الى الله تبارك وتعالى جاء في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة كانوا مجموعة يعني عشرة قال فجاء رجل من الانصار فقال يا نبي الله من اكيس الناس واحزم الناس اكيس الناس يعني من من اذكى الناس فاجابه صلى الله عليه وسلم قائلا اكثرهم ذكرا للموت واشدهم استعدادا للموت قبل نزول الموت هؤلائك هم الاكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرمة الاخرة فلما نيجي نحكي عن الذكاء الذكاء انك تعرف كيف تستثمر وقتك الدنيوي لحياتك الاخروية هذا بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام اكثرهم استعدادا للموت واشدهم استعدادا للموت قبل نزول الموت اكثرهم ذكر الموت وعملا لما بعد الموت هؤلاء هم الاكياس هؤلاء هم الفوطناء هؤلاء هم الاذكياء لذلك كل الاحداث التي تحصل حولنا والاحباب الذين نفقدهم لا بد يؤثر ذلك فينا فنعمل لآخرتنا ونتعظ بكل هذه المواعظ والرسائل التي تأتينا من حولنا فإن لم نتعظ المعنى انه احنا واقحين في غفلة لانه والله المواعظ كثيرة جدا مؤثرة جدا تحصل حولنا في كل وقت وحين تأتينا تنبيهات عم تجينا تنبيهات حتى انتوب حتى من ابقى على الذنب لكن كثير من الناس لا يعملون بها وكأنهم لم ينبهوا مع انهم نبهوا فماذا سيقولون يوم القيامة اسأل الله لي ولكم الصلاح والفلاح وأسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عنا وعن أمتنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة إنه نعم المولى ونعم النصير وعليه تكلاننا وإليه المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة